في النفس في ناس في جماعة كده تقولك فكرة انك ما تبقاش بيرفكت لان اللي بيفكر عالطول انه يعمل كل حاجة بيرفكت بيتعب نفسيا وبيجلد نفسه بزيادة وبيدخل في جلد الزيت وبيدخل في امراض نفسية وو سي دي ومش اعرف ايه فانت اعمل اللي تقدر عليه من غير ما تجلد نفسك من غير ايه اللي بقى الشعر الفصلة يعني احنا مش عايزين نعية وفنان شخص مش عايزين نبقى بردة وما بنتقنش في عملنا اللي بياخد بالاسباب عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يتعب عبده لان ربنا قال ايه فاتقوا الله ما استطعتم هو انا النهاردة كبنى آدم وربنا خلاني كإنسان ليه استطاعة وليه قدرة ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل شيء خلقناه بقدر وربنا اجعل لي لمت قدر اتحرك فيه طيب انا بتحرك في الليمت دي على قد استطاعتي وبقول يا رب انا باخد بالاسباب وبحاول اعمل كل حاجة صح اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الانسان اللي بياخد بالاسباب وبيحاول جاهدا ياخد بكل يحاول لكن مش لازم يوصل انها تبقى صح في الاخر اشرح لي بقى الحدد اه عايز اقول لك على حاجة الانسان اللي بيدور على الكوليتي وعلى الجودة وانه يعمل كل حاجة صح على الواجه الحسن يرد ربنا لما بينزل شوية بيزعل لانه دايما بيحافظ انه يعمل الحاجة صح النهاردة الشركة او المنتج او اي حاجة بنتعامل معها بنشتريها او بنبيحها يقول لك ايه ده مستواهم نزل شوية الشركة دي فتوصل للرسالة لبتوع الماركتينج او السيلز او خدمة العملة يقول لك لا ده فيه صورة زهنية وصلت عند الناس ان ليفل الشركة نزل او الصورة الزهنية عند الناس نزل طب هالصح دي يعني كاملة الكمال لله وحده واللي اسمع في الحياة دفنت يوم ما دفن النبي لكن احنا بناخد بالاسباب كاهدين ان احنا نرضي ربنا وعلى فكرة او سيد ايمان اللي بياخد بالاسباب وبيحاول يرضي ربنا سبحانه وتعالى بينام بالليل زنوبه مغفورة ربنا بيبقى معاه زنوبه مغفورة ليه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل اوي يقول من باتة يعني نام بالليل كده كلا يعني ايه كلا يعني مضحضح وتعبان ومكسر ومرهق ومش قادر وعرف انت مش قادر يتحرك من باتة اكلم من عمل يدي باتة مغفورة لا لو جددت نيتك اليوم الطويل يا شيخ انا بشتغل ثلاث شغلانات عشان الغلاء والظروف صعبة قول يا رب انا باخد بالاسباب وحاول اعايش بيتي بطريقة محسنة وطريقة فيها احسان يا رب انا بحاول اكون في مكان كويس سدقيني بجد المنظومة باتة مغفورة لا كل ليلة بيبات كده دليت ومسح لكل الزنوب والمعاصي لانه مقبل على ربنا تعرف يا سيد ايمان اللي بيستلف من حد فلوس ولا حاجة ويجي رجع حاله ربنا قال في القرآن واداء اليه باحسان حتى في القرد حتى وإحنا بنتعامل في معاملاتنا البسيطة ازاي بقى يكون الاحسان في الفترة انا خدت حاجة من حد اداء اليه باحسان لما جا رجع ارجع له وانا مبتسب بالزعلان ان انا برجع له برجع له وانا ممتن وبقول له شكرا جزاكم الله خير انت وقفت جنبي انت سنتيني من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولا تنسوا الفضل بينكم المعاني البسيطة دي يا سيد ايمان لازم ترجع لمعاملاتنا اليومين عايز ااخد بقى الاحسان عايز ااخد الاحسان بقى واروح على شوية التفاصيل فضل الاحسان في الاسرة تعرف ربنا لما قال ببساطة جديدة وبالوالدين احسانة شفتي نفسي بالكلمة جاي من نفس التوبك ونفس الكلمة ومصطلح اللي بنتكلم عنه انت بتحسن في علاقتك مع ابوك وامك لان ده اول طريق واول باب لنجاحك في الدنيا يا باركت دعاهم ساعة رضاهم انت بتحاول ترضي حتى لو هم توفوا اه بحاول ابرهم بحاول احسن اليهم بدعلهم بزور اقاربهم انا بحسن اليهم حتى هم مش موجودين لانهم كانوا سبب في الاحسان الي وانا صغير لذلك يا سيد ايمانو احنا بنتكلم عن الاحسان النهاردة عايز اقول له كل واحد بيشوفنا اي حد يحسن اليك حاول ترضي ربنا فيه وتحسن اليه ازاي بقى في سورة الرحمن الجميلة ربنا بيسأل كده علامة استفام حلوة يقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان الا الاحسان الله شفتي بقى يعني انا حتى الابتسام الصغيرة اللي بيحسن